بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بعنوان هذا الفيديو وهو المعادلة التي تأول إلى حل معادلة من الدرجة الأولى الخاص بالسنة الرابعة المتوسط كما هذا يخص كل من السنة الأولى الثانية والثالثة الثانوية لجميع الشعب لأنه سوف تأتيكم في دراسة بعض التمالين في الرياضيات إذن عندنا حل المعادلتين واحد ثلاثة إكس ناقص خمسة في اثنان إكس ناقص ثلاثة تساوينا ناقص ثلاثة في اثنان إكس ناقص واحد والمعادلة الثانية وهي إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد واحد تساوي خمسة وعندنا أمثلة أخرى إذن ننطلق على بركة الله إذن لحل هذه المعادلات من هذا النوع أبناء لدينا طريقة أو خطة ما هي الخطة؟ نتابع هنا جيدا أبناء عندنا الخطة ننقل كل الحدود إلى الطرف الأيسر يعني الأمر كل هذه الحدود ننقلها إلى هنا وهذا كذلك ينقل إلى هنا لكن كما تعلمون أن إذا نقلنا في المعادلات أو المتراجحات من طرف إلى طرف علينا أن نغير إشارة تلك الذي يحول إلى الطرف هذه النقطة الأولى يعني أول شيء سوف نبدأ بالمثال الأول نتابع جيدا لاحظوا نتابع جيدا أبناء حتى تكون عمل إذن نبدأ بالمعادلة الأولى ها هي المعادلة أفوا ها هي المعادلة الأولى أبني ركزوا معي فقط هذه المعادلة إذن أول شيء قال ننقل كل الحدود إلى الطرف الأيسر معناها تصبح لنا هكذا نتابع تصبح لنا ثلاثة إكس ناقص خمسة نضع القوس هكذا في ماذا في إثنان إكس ناقص واحد هذا لما ننقله إلى هذا الطرف لاحظوا هنا عندنا ناقص يصبح ماذا لاحظوا أبني سوف يصبح زائد ثم ماذا ثم ثلاثة في إثنان إكس ناقص واحد يساوي السفر بما أن هذا مع هذا في يعني بين الثلاثة نلاحظوا بين الثلاثة وهذه القيمة في فهذا يعد كليا حدا بهذه البساطة لأن الحدود بين الزائد والنقص الآن ما علينا الآن إذن بعدما نقلنا هذا الشيء نأتي إلى الخطة الثانية أو الطريقة الثانية أو العنصر نكتب الطرف الأيسر على شكل جداء عاملين من الدرجة الأولى هنا لو نلاحظ جيدا أين هو العامل المشترك لاحظوا إذن أول شيء قلتها هو ها هو الحد نتابع ها هو حد أما هذا كليا فيعتبر حد وهذا كليا يعتبر حد فيكم من يقول يا أستاذ هذا حد وهذا حد لا هذا كليا حد إذن الحد يكون بين الزائد والنقص ليس فيه الآن ما علينا الآن إلا استخراج العامل المشترك مثل ما قال لاحظوا لو نلاحظ إلا العامل المشترك لاحظوا الذي أوضحه هنا بين القوس الأحمر وهنا كذلك لو نستخرجه كعامل مشترك يعني من هنا ومن هنا أبناء هذا نستخرجه كعامل مشترك في هذا المكان ماذا سوف يصبح يصبح لنا اثنان إكس ناقص واحد لاحظوا ثم نفتح الحاضنة ونلاحظ ماذا بقي لنا إذن أولا تخيلوا أن هذا قد حمل كليا ماذا يبقى لدينا أكيد سوف يبقى لدينا هذا فقط اللي هو ماذا هو ثلاثة إكس ناقص خمسة الآن نأتي إلى الحد الثاني هذا الحد لقد حملنا ماذا لقد حملنا هذه القيمة كذلك اللي هي إثنان إكس ناقص واحد ماذا يبقى لدينا أكيد يبقى لدينا الثلاثة إن كان مثلا موجود هو لوحده يعني لا يوجد أصلا هنا مثلا ثلاثة حتى أوضح هذه الأمور أبناء لو كانت هنا مثلا هكذا مكتوبة فلا يبقى الصفر إنما هي في الأصل مضروبة في واحد يعني هذه حتى يعني الأمور تتوضح لكم عندنا قلنا هذا هكذا بقي ثم زائد ماذا زائد إثناء عفوا زائد لنا الثلاثة لأنها بقيت لنا الثلاثة في هذا المكان فقط ونغلق ونقول تساوي ماذا تساوي لنا السفر نكمل العمل إذن تبقى لنا إثنان إكس ناقص واحد هكذا مضروبة الآن ما علينا إلا إكمال العمل في هذه التي بداخل هذا القوس الأخضر لاحظوا جيدا عندنا بما أن هنا زائد بين الثلاثة والخمسة إذن هنا عندنا زائد يعني لا يتغير شيء تصبح سوف نكمل العمل فقط تصبح ثلاثة إكس لماذا لأن هذه لوحدها ثلاثة إكس أما هذه فهي أعداد بدون إكس ما علينا إلا الحساب لها عندنا ناقص لاحظوا ناقص خمسة زائد ثلاثة بهذه البساطة تصبح تساوي لنا صفر ثم نكمل العمل يعني أريد أن أشرح كل شيء حتى تكون الأمور واضحة تبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا إثنان إكس ناقص واحد هكذا ونكمل مع هذا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ثلاثة إكس وعندنا ناقص خمسة ناقص خمسة زائد ثلاثة أنتم درستم إذا وجد عدد سالب مع عدد موجب ليس الفي إنما بينهم الجمع وفي إشارتان مختلفاتان علينا أن نجعل عملية الطرح ونأخذ إشارة الكبير بالقيمة المطلقة يعني نقول خمسة ناقص ثلاثة كم؟ هي إثنان أكيد ونكتب إشارة الأكبر فيهم بالقيمة المطلقة اللي هي إشارة الخمسة إذن نكتب هنا هكذا تصبح ناقص إثنان بهذه البساطة تساوي لنا السفرة الآن أصبح لدينا عددان مضربان في بعضهم البعض يساوي السفر درستم في كذلك في مرة أخرى في درس قد سبقت أن الآ في ماذا؟ في بي يساوي السفر عندنا جداء عددا يساوي السفر درستم أبنائي أن يا إما الآ هو الذي يساوي السفر أو ماذا؟ نتابع جيدا أو بي هو الذي يساوي السفر أو الآ وبك لهم يساوي السفر إذن إما يكون هذا يساوي السفر أو هذا يساوي السفر معناه لو نأتي الآن إلى هذا المثال ها هو ال-A وها هو ال-B إذن ماذا ينتج أبنائي؟ أكيد سوف ينتج هذا العمل لهي يصبح 2x-1-0 أو 3x-2-0 الآن ما علينا أبنائي سوف نكمل مع الخطة لاحظوا الطريقة ثم قلنا نستعمل خاصية الجداء المعدوم هذا الذي كنا نتحدث عليها هي هذا في هذا يساوي السفر إما الأول ال-A يساوي السفر أو ال-B الآن ما علينا إلا إتمام الحال سوف ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا ينتج أبنائي؟ تابع أرجوكم هنا ينتج أي 2x يساوي هذا قلنا أي عدد لما ننقله من طرف إلى طرف يصبح هنا 1 يغير إشارة لكن هنا ركز 2 في هنا في في الأصل إذا كان العدد في إذا انتقل إلى الطرف الآخر ينتقل إلى المقام معناه يصبح لنا x يساوي 1 على 2 إن كانت إشارته ناقص تبقى ناقص وإن كانت إشارته الزائد فتبقى ينتقل مع إشارته ها هو الحل الأول الآن الحل الثاني نأتي كذلك هنا ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا يصبح يصبح 3x ناقص 2 عفوا يساوي 2 بما أن 3 في ليس زائد ينقل هذا إلى المقام يصبح 3x يساوي عفوا يصبح لنا x قلت يساوي 2 على 3 ها هي الحلول يا أبنائي لهذه المعادلة معناه نقول حلول المعادلة هنا نكتب حلول المعادلة هي ما هي أبنائي هي النصف لاحظوا جيدا لهي 3 على 2 والنصف بهذه البساطة هذه الأعداد التي وجدناها وهي 3 على 2 والنصف أبنائي لو نعوضها يعني بكل بساطة حتى يعني تعرف نفسك هل نحن أنت على صواب أم لا يعني في الاختبار ما عليك إلا الإتيام بهذه 3 على 2 تعوذ بها هنا وتعوذ بها هنا وتعوذ به هنا تجد هذه الجهة تساوي هذه الجهة بهذه البساطة فقط أبنائي الآن ها قد أكملنا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الثانية وهي المعادلة الثانية بعد ما أكملنا مع الأول المعادلة الثانية نلاحظوا جيدا نتابع ربما هي تختلف عن الطريقة الأخرى أولا ماذا قال ننقل إلى 5 إلى الطرف الأول هذا تصبح ماذا الطرف الأيثار تصبح X مربع ناقص 2X زائد 1 ناقص 5 يساوي الصفر تابع جيدا لكن لو نلاحظ إلى هذه القيمة ونركزها جيدا إنها الجداء أو المتطابقة الشهيرة رقم 2 لاحظها جيدا وهي ماذا وهي X ناقص 1 الكل مربع متطابقة الشهيرة ركزوا أعيدوا النشر وهو مربع الأول لأن درستم في المتطابقة الشهيرة A زائد B الكل عفوا A ناقص B ليس الزائد ناقص B الكل مربع يساوي A مربع زائد B مربع ناقص 2 في A في B أو مرة تدرسها اللي هي تقولون A مربع ناقص 2 يساوي الصفر ركزوا أرجوكم قلت هذه هذه التي لاحظتم هنا الفوق جداء شهر رقم 2 الآن لو نلاحظ هنا نجد أنها هذه أصبحت جداء شهر رقم 3 ما هو الجداء شهر رقم 3 الذي درستمه درستمه أن A مربع ناقص B مربع ليس الزائد يساوي A ناقص B أو A زائد B في A ناقص B هذا الأمر قد درستموها ابني الآن نطبق عليها نفس الخطة ها هي الآ هذا كليا يمثل الآ مربع وهذا عفوا يمثل البي مربع يقول أحدكم يا أستاذ لكن أين هي البي المربع لا تتحدث عليها هنا لا تظهر يا أبنائي هي في الأصل هذه الكتابة هي مكتوبة هكذا الجذر لاحظ لاحظوا جيدا معناها سوف تكون أمورها هكذا دقيقة هنا في الأصل مكتوبة هكذا الجذر خمسة لكل مربع لأن درستم بأن كل عدد موجب لهو الجذر عفوا خمسة مثلا خمسة في الأصل هو الجذر خمسة في جذر خمسة هذه البسطة فقط الآن نأتي بتطبيق هذه القاعدة تصبح ماذا ركزوا تصبح X ناقص واحد ناقص لاحظوا A زائد B زائد جذر خمسة لأن قلنا B هو يصبح الجذر خمسة في ماذا لاحظوا هكذا أفصل بينهما بالقوس في ماذا X ناقص واحد تركزوا ناقص جذر خمسة يساوي الصفر لاحظوا جيدا الآن الآن كيف نكمل أبناء هنا ما علينا كذلك إلى تطبيق قاعدة لاحظوا ها هما مفترقا مفترقا هنا وهنا وهكذا عندنا كذلك نعود إلى هذه القاعدة نستغل خاصية جداء المعدوم يعني هذا يمثل A في ماذا في B يساوي الصفر قلنا إما A يساوي الصفر أو B يساوي الصفر تصبح العملية هي X هي X ناقص واحد زائد جذر خمسة تساوي الصفر أو ماذا أو X ناقص واحد ناقص جذر خمسة تساوي الصفر ما علينا الآن ابني إلا نقل المعالم للجهة الأخرى إلى هنا يصبح ماذا يصبح X يساوي الناقص واحد يصبح واحد والجذر خمسة يصبح ناقص جذر خمسة ها هو الحل الأول مفهور ها هو الحل الأول ابني الحل الثاني بعد نقل هذه القيم إلى هنا يصبح X يساوي لنا ماذا واحد زائد جذر خمسة هذه حلول المعادلة ومنه يعني تصبح نكتب الكتابة يعني ككتابة لغوية نقول حلول حلول المعادلة هي يمكن يعني استعمال يعني مرات نكتب هكذا هكذا لحلول تساوي الحل الصغير ثم الذي يأتي بعدها وهو ناقص جذر خمسة والآخر 1 زائد جذر خمسة بهذه البساطة فقط يعني لحلول المعادلة هنا تطرقنا إلى عنصرين إذن عليكم بحفظ هذه القواعد ننقل كل الحدود إلى الطرف الأيسر ونغير الإشارة للحدود ثم نكتب الطرف الأيسر على شكل جداء عاملين من الدرجة الأولى ثم نستغل خاصية A في B يساوي الصفر إما A يساوي الصفر أو B يساوي صفر ثم نحل هذه الجهة ثم هذه وبهذه البساطة فقط قد تعلمنا أبنائي حل هذه المعادلة وإليكم ها هو مثال إن أردتم أن تتعلم وكذلك هنا مكتوب من الشكل A في B وهنا كذلك A في B إلا أن الاثنان لا يمكن أن تساوي الصفر يعني يصبح في الحل الأول هذا وهو 9 ناقص X يساوي الصفر ننقل هذا إلى هذا الطرف لا يهم لأن هذه مساواة ليس متراجهة تصبح ماذا يصبح X يساوي 9 9 وهذه كذلك قموا بالنقل الآخر تصبح 4 X تساوي 1 ومنه X يساوي 1 على 4 هنا هذه الإثنان لا يمكن أن تساوي الصفر فهو يصبح X ناقص 3 وهو الذي يساوي الصفر أي X يساوي 3 عندنا هنا لاحظ جيدا كذلك إلى المثال جيم عندنا لاحظ X X في X زائد 1 يساوي 0 هنا كذلك A في B يساوي 0 هنا يصبح إما X يساوي 0 أو X ناقص 1 يساوي 0 ننقل هذا يصبح X يساوي 1 هم الحلان كذلك هنا لاحظ إلى المثال دال المثال دال لاحظ إنه ربما في عليكم بالتركيز لأنه يحتاج إلى نوع من التركيز لاحظ جيدا عندنا كذلك هنا خاصية A ها هو A في B في B يساوي 0 نستغل الخاصية إذن تصبح لنا 3 A أعفوا 3 X يساوي 0 ما علينا إلا أبناي هنا نحذر بما أن قلنا هذا ينتقل إلى المقام تصبح X يساوي 0 على 3 والصفر على 3 لا تخاف أبناي يساوي 0 لأن عندك ثلاث أشخاص ولا يوجد لك شيء تقسيم عليهم أكيد سوف يعطي لك 0 إذن الحل هذا هو الأول هو 0 ليس كما يعتقد بعض الطلب يقول نقص 3 لا إنما 0 وعوض ثلاث في 0 تعطي كم 0 ثم نأتي إلى الثاني وهو X 5 يساوي 0 ننقل هذا إلى هذا يصبح X 5 5 إذن الحلان هم الذي تلاونا هنا بكل البساطة يصبح S يسم لنا 0 و 5 هكذا أبنائي قد تعلمنا اليوم كيف يتحل المعادلة من الدرجة الأولى أو معادلة تأول حلها إلى الدرجة الأولى وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من بناء الطلبة وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نوردين ليصلكم جددانا باستمرار كما لا تنسونا بالدعاء أرجوكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته